يبدو أن استباحة سيادة العراق وكرامة أبنائه من قبل إيران أصبح قاعدة لاستثناء فمنذ أيام يتدفق عشرات الآلاف من الإيرانيين على منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط جميعهم يدخلون الأراضي العراقية من دون تأشيرات للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين وكأن العراق أصبح مقاطعة إيرانية هذه القطوة قابلها بيان من وزارة الخارجية العراقية اعتبرت فيه أن ما يجري على حدودها هدفه إحداث فوضى مفتعل للضغط على مسؤولي المنفذ لفتح الحدود هذا الأداء الإيراني يعيد إلى الأذهان تاريخا من الانتهاكات التي تمارسها بحق العراق عمره من عمر سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003 الانتخابات النيابية العراقية عام 2010 شهدت تدخلا إيرانيا واضحا وفرضت طهران نور المالك رئيسا للحكومة العراقية رغم فوز أياد علاوي في الانتخابات كما تعمل القيادة الإيرانية جهدة منذ سنوات على تقصيم النسيج الاجتماعي العراقي وفرس السكان على أسس مذهبية واضحة الأمر نفسه ينطبق على رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي يواجه كتلة نيابية شعية ولاؤها إيراني بامتياز تعمل على تحجيمه وتقييد تحركاته ووضع حائط أمام الحركة الإصلاحية التي يحاول القيام بها حديثة عبور الحدود التي سجلتها الكاميرا مؤخرا سيكون لها وقع شديد على العراقيين ولا أحد يعرف نتائجها إلا أنها تشكل من دون شك مؤشرا خطيرا على حجم الهيمنة الذي باتت تمارسه طهران في العراق